اهلا بكم الجديد اعلنت وكالة انباء فارس الايرانية مقتل المستشار في الحرس الثوري الايراني حسن عبدالله زادة ومرافقه محسن عباسي وقد قتلا بكمين نصبه تنظيم الدولة عقب خروجهما من دين الدير الزر في السياق شن تنظيم الدولة هجوما على مواقع الفيلق الخامس في غربي الرقاء موقعا قتلا في صفوف الميليشيات مزيد في تقرير عبدالقادر دويحي يتحرك من مرتعه في البادية السورية يضرب في عمقها وفي طرق تعتبر شريانا لخصومه الى المحافظات الشرقية فصل جديد من فصول المواجهة يفتحه تنظيم الدولة من بوابة تدمر فيوقع بكمين له رتلا عسكريا للحرس الثوري وقوات النظام يقتل ويجرح وتتكشف الأسماء تباعا واللافت في هذه العملية أنها استهدفت الحرس الثوري في سوريا وقتلت أبرز ضباطه في تفاصيل العملية التي اعترفت بها طهران قائلة إن المستشار في الحرس حسن عبدالله زادة ومرافقه محسن عباسي قتل بكمين نصبه تنظيم الدولة خلال خروجهما من محافظة دير الزور شرقية البلاد وبالنظر إلى مكانة عبدالله زادة وأهميته في الحرس الثوري فهو مستشار سابق لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ومسؤول عن الاستخبارات في الميليشيات التي تمولها طهران في سوريا وبالنظر إلى تحرك التنظيم في المنطقة التي من المفترض أنها تخضع لهيمنة روسية إيرانية مشتركة إلا أنها أظهرت فشل تأمين الطرق الحيوية إلى دير الزور وهذا يعيد إلى الأذهان تمكن تنظيم الدولة من قتل جنرال روسي في آب العام الماضي وهذا يفتح السؤال أيضا عن استخبارات التنظيم هل لديها معلومات عن الأشخاص في الرتل أم أن العملية كانت محضة صدفة لا أكثر وليس ببعيد عن البادية تقول مصادر محلية لتلفزيون سوريا إن هجوما واسعا شنه تنظيم الدولة على مواقع للفيلق الخامس في ريف الرقة الغربي مخلفا قتلى وجرحى في صفوف النظام والميليشيات التي تدعمها موسكو وأمام الهجمات والاغتيالات هل يحيي تصعد عمليات التنظيم بعودة الربيع له أم أن عملياته ستبقى في نطاق الكر والفر لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو العميد عبدالله الأسعد خبير ومحلل عسكري أهلا بك وأيضا أرحب بسعد الشارع باحث في مركز الشرق للدراسات معنا من غازي عنداب أهلا بكم أبدأ معك بداية عميد عبدالله كقراءة عسكرية كيف يستطيع التنظيم مهاجمة رتل للحرس الثوري هذا الهجوم ألا يعتبر أو يفسر تنامي للقوى العسكرية لدى التنظيم خير لك والسيد المشاهدين في الواقع الإعلان عن نهاية هذا التنظيم لم تكن صحيحة لأن هذا التنظيم الإرهابي هو عبارة عن فكر ممكن أن يتطور وله خلايا نائمة منتدة في البادية من البوكمال من الباغوز البوكمال إلى الميادين البادية إلى السخنة في هذه المنطقة حتى إلى طريق دمشق بغداد الدولي طبعا وهو يتوزع على شكل مجموعات صغيرة وله استراتيجية جديدة عندما نقول مثلا أنه انتهى هذا التنظيم كقوة موجودة في آخر الحدود السورية العراقية في منطقة باغوز والانتهاء منه طبعا هو لن يعود من جديد لأنه احتاج إلى وقت كي يعيد ترتيب قواته ويقوم بهذه العمليات التي يعتمد عليها عبارة عن كماء وإهارة على الأرتال التي تتوجه في هذه المنطقة طبعا القوات النظام والميليشية الإيرانية التي تتعرض لهذه الهجمات يعني لم يستطيع الإيراني القضاء عليها استنجد بالفيلق الخامس من أجل القضاء عليها طبعا أراد للمنطقة أن تكون في فوضى فانقلبت عليه هذه الاستراتيجية التي أراد أن يجعل الفوضى التمتد في المنطقة الشرقية ريثما يتم ترتيب أوراقه لذلك التنظيم على شكل مجموعات صغيرة طبعا يقوم بالانقضاض على هذه الأرتال ويدمر قافلات مبيت للجيش جيش التابعي للنظام أسد لحشد الميليشيات الموجودة هناك طبعا الآن هو أيضا الإيراني استنجد بمجموعات من السيد زينب موجودة في السيدة زينب والذي قتل مستشار قاسم سليماني هو كان يشغل منصما في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق كان ضابط أمن لهذه المجموعات في السيدة زينب ذهب مع مجموعات من أجل التخلص من هذه المجموعات الموجودة في السخنة وطريق إثرية والمنطقة الموجودة حول منطقة السلمية لأن هذه المنطقة كلها بادية لكنه طبعا القتال في البادية القتال في الصحراء ليس بالأمر سهل هذه القوات التي تسير على طرقات مكشوفة من السهل الإنقضاض عليها من قبل المجموعات الصغيرة وهو أسهل للتنظيم بأن يقوم بهجوم مباشر هجوم على شكل كبير هنا الخسائر قليلة لعناصر التنظيم طبعا نرى أنه مثلا طيب هذه التكتيكات سنتحدث فيها لاحقا ولكن أنتقل إلى ضيفي سعد سيد سعد يعني من الملاحظ أن الهجوم تم على ذات الطريق الذي تم اغتيال فيه ضابط روسي قبل نحو عام برأيك هل استهداف التنظيم للروس والإيرانيين في هذا الطريق يشير إلى دلالات معينة؟ تحية لك يا أستاذ المشاهدين ولضيفك الكريم هو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة الشرقية تقريبا مع دمشق وريف دمشق وحتى المنطقة الوسطى هو طريق دمشق دير الزور الذي يمر من مدينة تدمر ويمر من مدينة السخنة هذا تقريبا هو الطريق الوحيد بالبادية السورية التي تمر عبره الميليشيات الإيرانية والنظام السوري ويمر هذا الطريق أيضا من منطقة تيبادية الأولى هي التي تقع شرق مدينة تدمر التي تنتهي بالحدود السورية العراقية بينما في الجهة الغربية منها هي مفتوحة تماما على ما يسمى طرق الأندرين وريف حماء الشرقي ويتواجد التنظيم بكثرة في هذه المنطقة لذلك في الفترة الأخيرة قام التنظيم باستراتيجية أو باتباع ذات الاستراتيجية المتبعة في العراق والتي تبنى على محددين أساسيا هي الأولى وأمنية سريعة وخاطفة والثانية هي عدم السيطرة على الأرض بالمناسبة في العملية الأخيرة التي جرت منذ عدة ساعات قرب بلدة السخنة كاد التنظيم أن يتمكن من الدخول إلى هذه المدينة حتى حواجز النظام وبعض النقاط العسكري الميليشيات الإيرانية انسحبت عندما حصلت الضربة العسكري لكن ليست في استراتيجية التنظيم هي السيطرة الميدانية تهدف هذه الاستراتيجية هي لخلق عدم استقرار بالمنطقة وعدم إعطاء مساحات للعدو أو للطرف الآخر للتحرك في هذه المنطقة أقام التنظيم تقريبا أشبه بما يسمى الجزرة العسكرية في منطقة البادية فابتدأها تقريبا بجزيرة جنوب دير الزور هذه المنطقة الممتدة من مدينة الميادين وصولا حتى الحدود السورية العراقية في مدينة البوكمال والتي تحوي هي ذاتها ما يسمى قاعدة الإمام علي مجمع الإمام علي الذي يشهد بشكل متكرر ضربات من قبل الطيران الإسرائيلي ثم انتقل بعد ذلك التنظيم لتفعيل الجزيرة الثانية في ريف حماء الشرقي في بلدات الرهجان والسعن ونفذ عدة عمليات سيطرة فيها بعدة ساعات على عدة قرى من بينها حتى كانت قرية الرهجان قرية وزيرة الدفاع السوري السابق الجزيرة الثالثة كانت تقريبا الخطرة هي جزيرة الرصافة التي تنتهي هي في الحدود الجنوبية من محافظة الرقا التي باتت تشكل معقل أساسي الميليشيات الإيرانية بعد هروبها هروب بعض مقراتها من جنوب مدينة البوكمال وتنتهي هذه المنطقة أيضا في البوابة الشرقية من محافظة حلب الآن قام التنظيم بتكثيف عملياته تقريبا في محور القريتين وهو الذي ينتهي في الجهة اليمنى إلى السلمية التي بالمناسبة منذ عدة ساعات أيضا قام بتفجير مدرع لقوات النظام في تلك المنطقة ما أريد أن أقوله هنا أن التنظيم كان يعتمد على العمليات العسكرية في جزيرة في منطقة واحدة الآن التنظيم يفعل تقريبا جزيرتين أو ثلاثة وهذا اندل على الشيء يدل على القوى العددية التي بات يتمتع فيها التنظيم في البادية السورية وأيضا العنصر الأهم وذلك هو حصوله على معلومات استخباراتية وأمنية الكمانة التي يقوم بها التنظيم ومنها هذا الكمان الأخير سأعود إليك إلى هذه المعلومات الاستخباراتية لكن أعود إليك عميد عبد الله والعودة للتكتيكات التي كنت تتحدث بها يعني لو تشرح لنا توزيع النفوذ والسيطرة للتنظيم نعم في الواقع التنظيم الآن يستفيد من خلاف الروس الإيراني الموجود في المنطقة منذ فترة جرى طبعا في المنطقة المقابلة لحق البئر النفط التي يسيطر عليها الإيراني هذه عبارة عن حق النفط يعني معدود طبعا الإنتاج يحتاجه الإيراني لآلياته وعناصره طبعا الإيراني وضع خطوط حمراء أمام الروسي الروسي أراد أن يوسع باتجاه المنطقة الشرقية طبعا من خلال هذه الخلافات الموجودة بين الطرفين توزيع النفوذ على هذه الجغرافية طبعا الصحراء مترامية مترامية الأطراف ولا يستطيع طبعا ولا أي طيران في يعني سواء كان استطلاع أو غيره أن يكتشف ما كان من هؤلاء العناصر الموجودين في الصحراء في السابق كيف كان يتوزع عناصر التنظيم كانوا يمسكون رؤوس الجبال أو الجبال يعني أحيانا تكون مجموعات عبارة عن مجموعات انقضاف لا تتجاوز داعش حنصر هؤلاء الآن بعد أن طبعا يعني التنظيم خسر كثير من قواتي عاد تجميه على شكل مجموعات عبارة عن تسمى كماء مجموعات انقضاف ينصبون هذه الكماء على الطرق الرئيسية من أجل ضرب مثلا قافلة مثلا يستقلها مجموعة من الضباط ذو أهمية كبيرة مثلا يوم أول أمس العميد ومعه مجموعة من العناصر تم الانقضاف عليهم وقتلهم جميعا يعني هذا التنظيم يستخدم نوع من أنواع العمليات الخاصة التي تؤدي في النهاية إلى كسر ظهر الخصم دون أن يتلقى هو أي خسار نجد أن في كثير من الأحيان لا يحتاج عناصر تنظيم داعش إلى مثلا جهد كبير ولا لأي إمكانيات كبيرة يعني يمكن أن تكون قاذف أربجي قاذف ميمدال في بعض الأحيان يمكن أن تكون رشاشات بنادق لعناصر لا يتجاوزون الخمس عناصر يقومون بالانقضاف على الهدف يحققون هدف الهجوم ثم ينكفؤون إلى الخارج نجد عندما تقوم مثلا أرتال قوات النظام والميليشيات والفيلق الخامس بمحاولة مثلا تطهير هذه المنطقة منطقة البادية تدمر والسخنة وصولا إلى الميادين والبوكمال تقوم هذه الحملة لا تجد خسائر لتنظيم داعش لماذا؟ لأنه هو استفادة طبعا التنظيم دوحرة في الرقة وصولا إلى الميادين البوكمال إلى الحدود في منطقة الباغوز دوحرة لماذا؟ لأنه كان طبعا الاستراتيجية هذا التنظيم كانت عبارة عن صدام بين طرفين يعني كتلتين كبيرتين الآن كتل كبيرة مثلا وخاصة البادية لا يمكن تمركز قوة كبيرة في هذه البادية لأن منطقة البادية طبعا مكشوفة ولا يستطيع حتى الطيران يعني الروسي أن يغطي هذه المنطقة من هجمات داعش التي تهجم على المعسكرات تهجم على الأرتال تهجم على القوات التي تقوم بالدعم الإداري الدعم اللوجستي أحيانا طيب سمح لي أن أذهب إلى ضيفي سنعود للحديث حول هذه الهجمات والنظر التي تخبئها سيد سعد يعني طبيعة هذه الاستخبارات لدى تنظيم الدولة برأيك يعني استهداف الجنرال الإيراني يتم بتخطيط أم الأمر صدفة نعم بداية هذا يعني أغلب القادة الإيرانية ومنهم حتى بعض القادة الروس تحركهم في تلك المنطقة يكون هو أشبه بتحرك سري وبالتالي وصول إلى هذه المعلومة حقيقة يتطلب جهات استخباراتها قد لا تكون من الداخل من التنظيم أي من جهات أخرى وهذا تقريبا ما بتنا يعني نلاحظه بشكل جدا كبير في الآونة الأخيرة عندما يقدم التنظيم على عملية عسكرية وأمنية يعني تقريبا قبيل عدة ساعات من تنفيذ هذه العملية يتواجد التنظيم دليل أنه امتلك معلومة استخباراتية تقريبا دقيقة وهذا ما يحصل بشكل جدا كبير على الحركة العسكرية التي تتم بين ما يسمى منطقة البانوراما في المدخل الجنوبي من محافظة دير الزور وصولا حتى تدمر حيث في تلك المنطقة في مدخل دير الزور توجد عدة كتاب ونقاط عسكرية مشتركة من القوات الروسية أو الفيلق الخامس أو الميليشيات الإيرانية وبالتالي عملية تحريك هذه القوات تصل خلال بضعة دقائق المعلومة لتنظيم داعش لنراه أمام الهدف قبيل بضعة دقائق ويقوم بتنفيذ هذه العملية العسكرية ما أريد أن نشيره هنا بكل صراحة إلى وجود القوات الأمريكية في منطقة الخمسة وخمسين وقاعدة التنفع العسكرية لم يهاجم التنظيم هذه المنطقة منذ أكثر تقريبا من عامين رغم أنها أيضا هي مفتوحة على منطقة عمليات التنظيم طيب كيف نفسر عدم المهاجمة في التنفع؟ هذا ما أريد أن أقوله ربما يكون هناك تسيير لحركة التنظيم في تلك المنطقة ربما هناك تسهيلات لحركة التنظيم بالوصول بين ضفتي أو منطقته تواجد التنظيم سواء في الجهة الجنوبية من محافظة السويداء ما يسمى منطقة السوداء أو باتجاه محطة التي تواجد بها التنظيم فهذه ربما التسهيلات الغير مباشرة التي تقدم للتنظيم في تلك المنطقة منعة التنظيم ضمن استراتيجية داخلية من عدم تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية باتجاه قاعدة التنفع أو محيطة الخمسة وخمسين وأعتقد أن للتنظيم ربما لديه بعض المصادر الاستخباراتية أنصح التعوير في تلك المنطقة كون أبناء كثير من أبناء تلك المنطقة هم يمتهنون أعمال التهريب سواء بين سوريا والعراق أو حتى بين مناطق السيطرة والنفوذ في الجنوب السوري ومنها الشمال وبالتالي يتمكن التنظيم الحصول هنا على معلومات أمنية واستخباراتية دقيقة في تلك المنطقة يحاول التنظيم بشكل جدا كبير تكثيف هذه العمليات في منطقة البادية لعدم خلق استقرار سواء للميليشيات الإيرانية أو سواء حتى القوات الروسية التي هي بالمناسبة منذ أسبوعين أو ثلاثة فشلت عملية إنزال جوي القوات الروسية مع بعض عناصر الفيلق الخامس بما يسمى طريق الطيبة الذي يقع شمال بلدة السخنة وبالتالي هذا أعطت جره أكثر للتنظيم بالتحرك باتجاه منطقة الكوم أيضا في المدخل الجنوبي من محافظة دير الزور بدأ يرصد التنظيم بشكل جدا كبير تحركات الميليشيات فيما يسمى طريق البادية الذي يمر هو من أمام حقل التيم النفط وصولا حتى مجمع الإمام علي بن أبي طالب وبالتالي باتت حركة الميليشيات تقريبا نستطيع القول هي جدا صعبة الأخطر من ذلك هو حركة التنظيم باتت تكون في زمانين هي غير معتادة الأولى هي في النهار دائما العمليات الأمنية أو التي تأخذ طابع أمني سواء كانت عسكرية أو غيرها تتم أحيانا في أوقات الصباح الباكر أو في المساء لكن عندما يشن التنظيم هجوما في النهار فهذا يعني أنه لديه أصبحت قوة حركية جيدة يتمتع بها والأمر الآخر هو في فصل الصيف دائما الجماعات التي تعمل في البادية تستفيد من فصل الشتاء لوجود الغيوم وتكون الرؤية تقريبا شبه معدومة بالنسبة للطرف الآخر الآن في فصل الصيف بدأ التنظيم يكثف عملياته العسكرية سواء في ريف حماء الشرقي أو سواء في الرصاف والآن ما نشاهده في وسط البادية في تدمر هذا اندل على شيء فيدل أن الحركة العسكرية للتنظيم باتت هي أقوى وباتت تهدد بالفعل مناطق سيطرت وتواجد الطرف الآخر حاولت القوات الروسية خلال الفترة الماضية الزج بأعداد جدا كبيرة من الفيلق الخامس واللواء الثامن في هذا الفيلق وأيضا الفرقة 25 التي هي ما يسمى قوات النمر لكن يبدو أن هناك أشبه بحالات أصياد باتت منطقة البادية يتشكل ذات النقطة أود مناقشتها مع العميد عبد الله يعني برأيك التوقيت كما تفضل ضيفي توقيت هذه المعارك والحركة العسكرية للتنظيم إلى ماذا يشير برأيك طبعا يعني هو تحدث عن نقطة هامة جدا المعلمات الاستخباراتية نعم في المرة الماضية عندما توجهت أرتاد الفيلق الخامس باتجاه منطقة السقنة طبعا التنظيم يعني جهز وأعدل المعركة لكي أن يبادر هو في أعمالية قصب السبق لموضوع يعني الهجوم لن يكن طبعا في حالة دفاعية هو هم أساسا لم يعرفوا لحد الأمام لداعش أين هو موجود في هذه البادية هذا التوقيت طبعا يعني القرار تخذ من قبل الطرف الذي يريد أن يقضي على داعش داعش طبعا من خلال الاستخبارات التي تتفضل بها ضيفك الكريم بالواقع له عناصر استخبارات وخلايا تقوم بإرشاده على الأرتال القادم ويخبرونه بهذا على ما يبدو هكذا في السابق كيف كان يهاجم التنظيم أو كيف كان الهيكل التنظيمي لتنظيم داعش كان هناك خمس أنساق ضباط القيادة وضباط العمليات والشرعيون والمهاجرون ومثلما أهالي المنطقة الآن تغير التكديك لم يعد هناك خمس صنوف لداعش أصبح الآن هناك أبناء المنطقة المدين في المنطقة الخلايا النائمة لداعش طبعا هم لا يريدون منهم أن يكونوا مقاتلين معهم هم فقط يريدون منهم أن يكون هناك معلومات استخباراتية عن الطرف المقابل لهم ماذا يعد ماذا يعمل تحركاته على الطرق أي الطرق سيسلك ما هي القوة التي تتقدم لذلك طبعا يعطونه هذه المعلومات يعطونه هذه الاحداثيات في هذا التوقيت الآن طبعا يعني نحن مقبلين على فاصل صيف في الواقع يعني صيف المنطقة بالكامل في سوريا طبعا سيكون ساخنا جدا يعني حتى لو كان مثلا يعني حتى لم يكون هناك مثلا هجوم شامل نفهم منك بأن هذه الهجمات تنظر بشيء أو يعني عودة قوية للتنظيم مستقبلا يعني بالتأكيد حتى لو لم يكن كما كان سابقا في الطبقة عاصمة ما سمها وأطلق عليها طبعا هو عبارة عن فزاعة يعني عن فزاعة حتى أحيانا يعني تستخدم روسيا وتستخدم إيران يعني هذا التنظيم من أجل طبعا هناك خلافات بين الطرفين أحيانا قد يعني في الإعلام وخاصة في هذا الإعلام ما نسميه الإعلام السياسي أن هناك عدد قتلى من داعش تم قصفهم بواسطة طيران روسيا تأتي إلى الحقيقة تجد أن المقتلين جميعهم من لواء أبو الفضل عباس والحجد الشعبي الذي طبعا ترعاه إيران سيد سعد كان هناك عملية الصحراء البيضاء في الروسية في البادية وكانت عملية لم تحقق أي شيء على الواقع يعني بعد مقتل حسن عبدالله زاد هل من الممكن برأيك أن تشهد البادية تحرك عسكري إيراني روسي حقيقة سؤال مهم شكرا لك عليه تحاول حاولت القوات الروسية في فترة سابقة القيام بعمليتين عسكرية منفصلتين هذه العمليات تريد منها روسيا اختبار القوات التي تدعمها والتي تمد نفوذها عليها وتحدثنا تحديدا عن الفيلق الخامس والفرق 25 العملية الأولى هي كانت في منطقة مختلفة فيما يسمى معركة كفرنبود عندما دخلت هذه المعركة لمدة أسبوعين لم تحقق أي تقدم وبالتالي اثطرت الاستعانة بالميليشيات الإيرانية العملية الثانية هي هذه التي قصدتها عملية الصحراء البيضاء في البادية السورية حاولت الزج بقوات الفيلق الخامس واللواء الثامن من هذا الفيلق وأيضا المجموعات التي نسبتها جديدا لهذا الفيلق لم تستطيع تحقيق أي تقدم في هذه المعركة وبالتالي اثطرت أيضا الاستعانة بالميليشيات الإيرانية ما أريد أن نشير عليه هنا أنه لا يوجد أي خلاف إيراني روسي على العمليات العسكرية في سوريا سواء في منطقة البادية أو في شرق سوريا أو حتى في الشمال السوري هناك قد يكون حالة تنافس حالة ندية لكن في العمليات العسكرية هناك حالة مشتركة حالة تعاون بين الطرفين لأنه لا يقوى أي طرف على السيطرة أو إحراز أي تقدم ضد تنظيم داعش لا يقوى الطيران الروسي على إحراز تقدم دون الميليشيات الإيرانية وأيضا العكس هو صحيح لا تقوى الميليشيات الإيرانية على التحرك دون تخطية عسكرية من قبل الطيران بالمناسبة هذه منطقة البادية تحوهي ضمن نفوذ تقريبا أربع مطارات أبعد مطار يعني تحتاج الطائرة لسبع دقائق للدخول في منطقة العمليات ولم تستطع حقيقة إجراء أي تقدم اتجاه هذا التنظيم لأن هذا الطيران عندما يخرج يقصف لا شيء لا توجد أي مبالي للتنظيم التنظيم يتواجد في مغر ويتواجد في بعض الجيوب في البادية التي يمنع عليها حتى كشفها من قبل الطيران الروسي أعتقد أنه في الفترة القادمة نتيجة هذه فشل العمليات العسكرية سواء من قبل روسيا أو من قبل إيران هذا يجبرهم على تفعيل ما يسمى الغرفة القديمة غرفة مسبقة صنع في مدينة المياذين التي هي أشبه بغرفة عمليات عسكرية أمنية تبادل أيضا للمعلومات الأمنية في تلك المنطقة والقيام بعملية ردعية لا تقوى هذه القوات حتى هذا الوقت الدخول إلى عمق البادية رغم أن هناك مؤشرات لوصول بعض الطيران النوعي لقاعدة تحميمين الذي سوف يستخدم في تلك المنطقة لكن المتوقع أنه سوف تجرى عملية ما يسمى عملية تمشيط تحديدا في البادية الجنوبية من محافظة دير الزور في محاولة منهم بالدرجة الأولى فقط لتأمين الطريق الواصل بين دير الزور ووصولا حتى مدينة تدمر والذي ينشط فيه التنظيم بشكل جدا كبير لعل وعسى تتمكن هذه الأرتال من الحركة بشكل كبير وتستعيد فيه عن طريق ما يسمى الشيخ هلال الخناصر الذي هو أيضا بات يكلف الميليشيات بشكل جدا كبير وبات أيضا التنظيم في تلك المنطقة يشن أشبه بعمليات ما يسمى اقتصادية في شن ضربات واغتنام بعض صهاري جنفطة التي تأتي من منطقة شرق الفرات لمناطق النظام السوري أشكرك سعد الشارع باحث في مركز الشرق للدراسات كنت معنا من غازي عنتاب أيضا الشكر موصول للعميد عبدالله الأسعد خبير ومحلل عسكري ضيف في الستوديو شكرا جزيلا لكم وشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة ختام حلقة سوريا اليوم تفاصيل أو فتجدونها على موقع تلفزيون سوريا إلى اللقاء